السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مرموة من مطبخ مرموة والنهر ده هنعمل فتيرة الأمر فتيرة هتنفع للصحور جميلة جدا أو تحليجة كمان حلوة جدا 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 هنعمل من لفة جليش واحدة فترتين واحدة حدق واحدة حلوة هتعجبكم جدا جدا بصو شكلها أمر ازاي تعالوا بقى نشوف فتيرة الأمر ده عملناها ازاي بلفة جليش بصو جمالها وحلوتها زي اللي بنشتريها من بره وطعمها بجد لا يقوم جميلة جدا تنفع تحليجة في رمضان ومبتاخدش سكر كتير ودي أهم حاجة لأن السكر اليومين دولت لما نستطاع إليه سبيلة فديد مبتاخدش سكر كتير وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا جدا تعالوا نشوف التحليجة الأمر ده عملناها ازاي وطريقتها ايه وازاي تطلع معينا تحفى كده بصو الجميل الحشوة بتاعتها نفسها تحفى ودي التانية فطير مشالة تمورق وتحفى جدا مطاري جدا وطعمه بجد خطير مش تفرقيه خالصا عن فطير الميشالتات العادي جميل جدا وطريقة سهلة وبسيطة عملنا فطيرتين واحدة حلوة واحدة حيدة تعالوا بقى نشوف الفطيرة الأولينية عني حشاب ايه عندي هنا كوباية لبن وعندي هحط عليها معلقة كاستر كده ملينا أنا بس تعمل كوكس إذا قدرست تتعملي اي نوع كاستر انت تحبيه أنا حطيت هنا معلقة وحابة لان المعلقة مكتش ملينا حلوة هقلبه كويس جدا على البرد لغاية لما الكاستر دوب كده وهحط له معلقة سكر وهحطه على النور وهفضل اقلب فيه على النور لغاية لما يدينا بقى قوام كريمي ويتقل معانا زي ما انتم بتشوفوا كده بصوا بطلع بقى بابل زي كده فقا جيع كده خلاص يستوى معانا هسيبوا بقى ايه يبرد وتعالوا نعمل معانا الفطير اللي احنا هنعمل هنا عندي دية كوباية سمنة من كوباية لربع الكوباية سمنة بصوا هنا ده الجليش الجليش ده كان عندي في الفليزر لسه كنت جايبه يعني من قيمة كم يوم كده فحطيته في الفليزر وهم قالوا لي احنا عايزين ناكل فطير بعد الترويح طب انا ما فكتش يعني ما طلعتش الجليش عشان يفكه حطيته دفيت الفرن كده وحطيته دي كانت النتيجة بصوا الجليش تحسوا ايه من سخونية الفرن عرق ولزق فبعضهم جيته طلعوا اتقطع لكن لو كنت سبت ويفكه على راحته وكانتش هيحصل له كده فقدروا لو مش افعله وحعمله برضو مش هيحصل اي حيجة هعمل ايه بقى ده انت الصينية سامنا زي ما انتم شايفين كده وهفرت فيه طبعا احنا كده كده هنعمله فطير فهو مش هيبان اسيسا يعني مش هيبان ان هو مقطع ومش مقطع ولا اي حيجة ولا كأنه في اي حيجة هحط بقى الكلاش كده في الصينية بصوا لو لقيت واحدة مش راجعة تفتح كده عايز يحطوها زي ما هي مش هيحصل حيجة بصوا نلاقيها عملة تتقطع فهحطها زي ما هي او زي ما انتم شايفين كده همسك بقى ايه الورقة كده حتى لو مقطع زي ما قلتلكم مش هيحصل اي حيجة هي مش هتبان اسيسا هحط كده بقى يعني لو هي ورقة سليمة هنحط ورقة كده وبنخلي اطرافها ايه خارجة عن الصينية اهم حاجة ان احنا نخلي الاطراف خارجة عن الصينية عشان ننقفل بيها هنا بقى عندي السبنة زي ما قلنا اللي احنا هنستعملها من كوباية لربع الكوباية تسامنا حط عليهم علبة زبيدي اللي هي مية وعشرة جروم تمام زي ما احنا شايفين كده وحط عليهم معلقة ممسوحة من البيكنج بودر معلقة صغيرة من بتاعة الشاي كده بيكنج بودر ده بقى بيخلي الجلاش في حتة تانية خالص بيخليه طري وهش وبيديله كده طعم الفتير بيبقى طعمه حلو جدا جدا او زي ما انتم شفتوا كده حطينا معلقة صغيرة بقى من بيكنج بودر برضو انا بستعمل بيكنج بودر كوكس اللي انتم برضو تحبوا تستعملوه اي نوع بيكنج بودر بتفضلوه استعملوه وهقلبوا بكويس جدا مع بعض لغاية لما الزبادي والبيكنج بودر والسمنة يختلطوا حلو جدا مع بعض هنا عندي بقى هاخد من الخليط اللي احنا عملناه ده وكل ورقة جليش هدهنها ايه كل ما حط يعني في الصينية كده طبقة هدهنها بالخليط ده بصوا الجليش متقطع شرويح بالصراحة هو لما انا حطيته في الفرن وهو سقن وهو عشان عشان يفك يعني حصل معايا كده لكن بعد كده طلعت اللفة عملتها كانت حلو جدا ما كانتش فيها اي حيجة فما تغلطوش الغلطة دي بقى او زي ما انتم شايفين كده باخد ورقة الجليش اهم حيجة لو انت بتحط الورقة كاملة تخلي الاطراف تطلع من الصينية زي كده عشان الاطراف دي نقفل بيها باخد كل طبقة بحطها بعد هنا ايه بالخليط اللي احنا عملناه اللي هو الزبادي والسامن والبيكنج باودر وهي كذا لغاية لما اخلص نص اللفة اللفة ديت اللي هي نص كيلو جليش اللي هو خمسمية جروم مش اللفة اللي هي تلتمية وخمسين اللفة اللي هي نص كيلو عشان تعمل معاك الفترتين اهي زي ما احنا شايفين كده اخلصها كده بقى كلها بنفس الطريقة اهي كلها كده بحط الطبقة بقى اللي هحطها ديت اهي يعني الطبقة اللي قبل الكاستر مش بدهنة بقى من الخليط ده بحطها لها الكاستر على طول ايه زي ما احنا شايفين كده اللفة بقيت شرايح بعيدة مش لفة دي بقيت مفيش خالص وبقيتش يقول ليش بقيت حاجة تانية خالص ايه زي ما احنا شايفين بصوا شرايت شرايت يعني كنتش عارفة ان هي هيحصل لها كل ده اهو الكاستر بتاعي بقى هنزله كده وافرده كويس جدا بقى في الصينية وهقفل علي الجوانب اللي احنا مطلعينها برا دي بقى هدخلها بين كل يعني كل تطبيقه هدهنها كده اهو زي ما انتو شايفين كل تطبيقه هدهنها دهنة وحطوا اللي عليها البقية يعني اللي وراها والوراء وهكذا زي ما انتو شايفين كده لغاية لما اخلص كل اللي كانوا طلعين برا دخلتهم كده واجيب ورقة بقى الحمد لله لقيت ورقة سليمة احط ورقة بصوا احنا بقى لو الورقة سليمة نحط ورقة كده وورقة عكسها كده عشان الاطراف كلها تبقى طلع ايه من برا تمام لقيت ورقة بقى سليمة الحمد لله وهقفل بقى هرفع كده الفطيرة من تحت كده ودخل تحتيها الاطراف اللي احنا مطلعينها اهو عشان يدينا من فوق شكل متسوي وحلو اهي بصوا بقى منتاز سهولة هدهنها بقى ده هنه حلوة كده واسيبها هنعمل التانية دي كده عملنا الحلوة هنا هنعمل الحدي الحمد لله اللفة من تحت كانت سليمة اللي على الوش همه اللي كانوا متقطعين نص سليم ونص لا هدهن برضو بين كل طبقة وطبقة قليش اه ده هنستمنا كده ومش هحشيها اي حاجة هقفلها زي ما انا قفلت التانية بالزبط بس غير اي حشوة فاضية او زي ما احنا شايفين كده بعد اما قفلتها بقى اهي اعملت الصينيتين بعد اما خلتهم الاثنين يعني نفس قفلتهم زي بعض بالزبط دخلتهم الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص بصو ده اللبن بتاعي على الرف اللي في النص يغضلون من فوق او لما لقيها لونت من فوق كده هتلاحها على طول ده عندي لبن مغلي وحطيت عليه معلقة حلوة كده سمنة بلدي او تحليه بعسل نحل او زي ما تحبي معندي عسل ممكن نحليه بسكر عادي خالص يعني معلقتين ثلاثة على حسب الرغبة طبعا سكر اول ما الفتيرة الحادة اجي الفتيرة الحادة اول ما طلعت من الفرن هديها ده هنتسمنة كده من على الوش عشان تبقى لمعة طبعا لو انت عايزيها تبقى طرية قوي اه ممكن تغطيها مفيش يعني تغطيها دقتين بس وهي نفسها طلعة طرية وكل حاجة هتلاقيها من فوق مهرمشة شوية ومن جوه ايه طرية جدا وست لو انت عايزها من فوق ومن جوه زي بعض طرية يبقى غطيها دقتين غطيتها بقى وسبتها وهنا عندي الصينية التانية طلعت من الفرن سخنة مولعة زي ما لسه طلعها هي واللبن عندي مغلي ومحدوط عليه سمنة بلدي ومتحلي بعسل وهسقي به الفتيرة زي ما انتوا شايفين كده طبعا انا كنت برفع الفتيرة كده بالمعلقة عشان اللبن يدخل تحتها وسبتها بقى لما اشربت اللبن كله زي ما انتوا شايفين هي وقلبتها بص بقى سخنة جميلة ادف في الشتا اللي احنا فيه ده بقى اتطحة كده زي ما انتوا شايفين وهروح جاية ايه رشة عليها كده رشة سكر بودر طبعا تقدري ترش او لا ممكن تحطي عليها زبيب وجسط الهند مكسرات زي ما تحبي بص رشة سكر بودر يعني الفتيرة دي مكلفتنيش حوالي ثلاث معلق سكر بودر يعني ما اخدتش حيجة ثلاث معلق سكر بص بقى الفتيرة طرية جدا وجوثي والكسطر بقى بوزز منها ازاي ويطعمها بجد بجد تطح فلا سعرني في ايدي اشان سيح وهي زخنا مولعة بصوا بقى الفتيرة دي تدفي جدا في الشتا وتدخل على القلب كده بصوا الجميل والحليوة هما استحروا اليوم دوت الفترتين دول اهو الفتيرة التانية بقى بصوا جميلة ومورقة احنا بنحبها من فوق مقرمشة كده ومن جوه طرية بصوا بقى اهي بصوا من جوه طرية ازاي وجوثي ومن بره مقرمشة وجويلة جدا عايزها طرية من بره ومن جوه اغطيها زي ما قلت بصوا بقى بحبة عسل كده ولا حتة جبنة وتبقى تمين يا رب تجربوهم ويعجبوكم طريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش باديكم وقت خالص اه وكل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم متنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو اشتركوا في القناة